موسيقى إذن مشاهدين الكرام مرحبا بكم مجددنا على قناة البلاد يعني التغطية المتواصلة لقناة البلاد تتواصل طبيعة الحال لهذا الحادث البارز اللي هو سابق في تاريخ الجزائر يعني رؤساء أو وزيران أولان أمام القضاء مجموعة من الوزراء ولا تسابقون رجال أعمال يسألون عن أموالهم وثرواتهم وعن حجم الإعفاءات الضريبية التي استفادوا منها وكذا القرض التي استفادوا منها في ملف واحد ووحيد هو ملف تركيب سيارات في الجزائر إضافة إلى هذا الصندوق الكبير جدا لكان يفترض أن يمول الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي أسقطها الشعب الجزائري وأسقطتها يعني إرادة هذا الشعب رفقة مؤسساته وعلى رأسها مؤسسة الجيش بطبيعة الحال يعني أموال كبيرة جدا تحدث عليها ووردت اليوم في أطوار المحاكمة في يومها الثاني اللي نقوله بأنه نعود ونذكره أن المحاكمة يعني توصلت اليوم ثم رفعت الجلسة هذا المساء على أن تستأنف أطوارها يوم السبت إن شاء الله يعني يوم غد الجمعة يوم راحة يعني أعيد المتهمون إلى مكان حبسهم لهو سجن الحراش على أن تستأنف المحاكمة يوم غد إذن أرقام مهولة جدا أرقام كبيرة جدا تشفها اليوم الجزائريون فسنحاول اليوم من خلال هذا التغطية المتواصلة أن نتكلم عن هذه الأموال الضخمة جدا من جانبها الاقتصاد يعني ماذا أضعت الجزائر ماذا فوتت الجزائر كيف خرجت هذه الأموال يعني كيف تمت الاستفادة منها ماذا ضيعنا ماذا كان يمكن أن نستفيد منها كمجتمع وكدولة مع الدكتور عبد قادر بن ريش أستاذ أو دكتور في يعني كلية التجارة أو مع التجارة بالقليعة مرحبا بك أستاذ ودكتور في الاقتصاد على كل حال إذن أستاذ سؤال أول هل وفى وزير العدل بالقاس المزغماتي بوعده حين قال أو بوعده حين قال أنكم ستصابون بالذهول عندما ستكتشفون بعض وقائع المحاكمة أنتك اقتصادي بضالة تعمل بالأرقام يعني نحن الشعب البسيط يعني نقدروا نحسبوا حتى المليون فوق مليون منزيتش فهل صحيح وصبتها يعني بالذهول ولا كيف قرأت هذه الأرقام هذه اللي طالعنا عليها يعني بعض الأرقام اللي طالعنا عليها في المحاكمة شكرا على الاستضافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لك والسد المشاهدين الحقيقة أطوار هذه المحاكمة اللي رأي تجري في هذه اليومين هي تعطينا عبرة ودرس يعني وذي كما أشرتها هي محاكمة تاريخية وهي حدث تاريخي في الجزائر غير مسبوخ حدث تاريخي لماذا؟ لأنه ممكن يتصور هؤلاء المسؤولين بهذا المكان اللي كانوا يحتلوها في علاء أسهرم الدولة يتورطوا في الفساد بهذا الشكل وهذه عبرة لنا جميعا وللمسؤولين في المستقبل باش ميزيش تورطوا في مثل هذه القضايا تعلق الفساد هذه النقطة مهمة جدا النقطة الأخرى وهي قضية العلقاء يعني قد يطالك التاريخ وقد يطالك القانون القانون خاصة القانون لأن أحيانا التاريخ سيكتب لك أو عليك ولكن لما تمس بمقدرات الأمة وبتمس بمصير الأمة وتكون العدالة موجودة هذا هو المصير المحتوم لمن يتورط الفساد ويتعدى على أموال الشعب هذه أموال الشعب أنت لما تكلم على يعني ما تم الكشف عنه وكما أشار سيد وزير العدل بأنهم ذهلنا حقيقة بهذه الأرقام في المحاكمة اللي هي ليست كل محاكمات وليست كل ملفاتها يعني لم تكشف عن كل أسراري نعم هناك حجم الفساد سيكون أرقام خرافية وأنا أتمنى أن تكون المصادر الرسمية بعدما تتم المحاكمة يتم تقييدها بشكل رسمي باش نعرفه وإحناك باحثين حجم هذا الفساد وحجم هذه الأرقام لأن الآن الأرقام هكذا تعطى ما نقدش نضبط أرقام دقيقة ولكن هي أرقام خرافية أحدشن ألف مليار مثلاً أحدشن ألف مليار لصالح متعامل واحد في مجال الإعفاءات الجبائية تتكلم على معزوز ولكن أستاذ لما مثلاً القاضي واجه ويحيا بثلت ألاف مليار سنتين خلال ثلث سنوات غير مصرح بها يعني ويحيا يمتلك في حسابه ثلثمائة مليار سنتين سؤال كبير يعني القاضي ما يقدرش يواجه ويحيا بشي غير متأكد منه هذا جاء نتيجة تحقيقات من خلال الحسابات وكان واجهه من خلال التحقيق قالوا لماذا لم تصرح بها لماذا أخفيت لأننا نعرف بأن الموظفون السامون في الدولة من رئاس الجمهورية إلى حتى أعضاء البرلمان لابد من فروض عليهم أن القانون يلزموا بالتصريح بأمم تلاكاتهم عند بداية الوظيفة وعند الانتهاء باش نعرفه هل كان إنسانا نازيها هل كان فقط يعيش على الدخل ولا المصدر الدخل لتوفر له هذه الوظيفة إذن هذا جزء من الهول الفساد وهنا دعني أقول بأن يعني في السنوات السابقة تقريبا منذ يعني الألفينيات 2005 إلى 2010 إلى عدة سنوات بدأت لما بدأ حجم الأموال يعني يتوفر في الجزائر نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وصبحت الجزائر ورشة كبرى في البرامج اللي كانت خاصة في البنية التحتية فالمنظمات الدولية كثير من الهيئات والمنظمة الدولية كانت تصدر تقارير سنوية والجزائر دائما تجي في مراتب جد ومتقدمة في مسألة الفساد الشفافية نعم الشفافية الدولية الشفافية الدولية خليني سوف نذكر أستاذ في مسألة هذه أنه لما كانت تصدر تقارير الشفافية الدولية كنا نسمع من ينبري لها ويدافع عن يعني الجزائر ويقول بأنه صورت الجزائر كذا إلى آخره وأنه هذه المنظمة عندها أزوندات وعندها مسياسة وهذه تقارير مبالغ فيها وأن الجزائر متحكمة وشفنا باللي تم إصدار قانون مكافحة الفساد وإلى غير ذلك ولكن تقارير هذه كانت يعني ترصد من خلال المعلومات من خلال المؤشرات من خلال لأنه عند شبكة دولية ترصد تعاملات العمولات متابعة لمنظمة الأم متحنة يعني لما نتكلم على مناخ الأعمال في الجزائر يرتب مشألة الرشوة ومسألة الفساد المنتشر إذن كانت أمور إلا الذي كان ينقر ومن كان ينقر من كانها في السلطة هو الذي كان ينقر يقول بأن هذه تقارير غير حقيقية ولكن دعني هنا كانت مؤشر في المجتمع بالإضافة إلى التقارير تحقيقات معترب بها وتقاريرها تقحد بين اعتبار لدى صناع القرار على المستوى الدولي صناع القرار السياسي وصناع القرار الاقتصادي شركات الدولية أهم المستثمرين في العالم يطالعوا لهذه التقارير ويخذوا بعين اعتبار هذه التقارير معناها هؤلاء أستاذ حدقوا لي بأنه نالوا من سمعة الجزائر لدى هذه المؤسسات نعم يعني سمعة الجزائر الآن لما نتكلم عنها سمعة الجزائر سمعة الجزائر الآن بمحاربة الفساد بالعكس الآن لما توفرت هذه الإرادة السياسية توفرت هذه الإرادة الشعبية الحقيقية وتوفرت هذه الإرادة في استقلالية القضاء واستقلالية العدالة في الجزائر ومحاربة هؤلاء من هذا الحجم بهذا المستوى أحد زيد سمعة الجزائر في مكافحة الفساد ولكن قبل هذا قبل هذا هم اللي كانوا يسيئوا للجزائر يسيئوا للجزائر وهذه التقارير لم تكن تظلم الجزائر بل كانت تقارير تعبر عن حجم المأسات في مجال الفساد زيد على هذا مسألة مهمة جدا اللي كمجتمع كنا ساكتين عليها ولكن كانت عندنا معاينة نسمع بها في المقاهي عند الحلاق اللي يشوف باللي اللي كان في حونتو انطلق مكان عنده والو واصبح بالسيارة الفارهة مليار واصبح بين عاشية وضحوها رجل أعمال فكان نحن كمجتمع كانت لنا كذلك مؤشر على كيف وصل هؤلاء وانطلقوا بهذه السرعة الصاروخية واصبحوا رجال مال لأسف احنا معدناش رجال أعمال لأن كلمة رجال أعمال معنتها أن الإنسان يشقى ويتعب ويصهر وينتج الثروة الحقيقية بل هؤلاء انخرطوا مع هؤلاء السياسيين الفاسدون يعني اللي كانوا في موقع المسئولية وانخرطوا كان وضفوهم كوكالاء هذا هو الشيء اللي كان يحدث فالمجتمع كذلك كان يرصد هذه هذه المظاهر بالفاسد ما أنا كان يشوفها بينه يعني ولكن الشيء اللي كان خاصنا ما هو هو يعني كيفاش المجتمع ما فعلناش أنا كمجتمع ككل ما فعلناش آلية الرقابة والمسائلة وين فعلنها فعلنها في موعد حاسم تاريخي اللي هو 22 فبراير لما خرج المجتمع رافض للعهدى الخامسة لأن ما معنى رفض العهدى الخامسة رفض العهدى الخامسة رفض منظومة منظومة حكم اللي كانت في منظومة فساد فالتالي الفترة الحاسمة اللي المجتمع كان يلاحظ ولكن تاريخو مات خلاته يخرج في 22 فبراير باش يقول لا يوقف هذا المسار تاع الفساد وينقذ الدولة لأنه تصور أن هؤلاء الفاسدين استمروا في مناصب المسؤولية وفي الدولة وين راح يورطوا راح الدولة الجزائرية يورطوها في أكثر في الفساد معناها أستاذ حابتقولي بأنه دخلنا في مرحلة وين تخسخصت الدولة بدليل أنه من بين التهم الموجهة لهذا المسؤولين هذو الاستفادة من امتيازات منح امتيازات تربح من الوظيفة نعم نعم لا مش خططفة الدولة سمح لي نقول نعبر بالتعبير الدولة تم اختطافها كما السطح متعارف عليه من طرف عصابة خارج الأطر الدستورية وصبحت تحكم الجزائر من ناحية سياسية خارج الأطر الدستورية ومن ناحية ومن ناحية المالية الصبحت تستأثر بالثروة وإحنا وش قلنا قلنا الأنظمة التي سقطت والشيء طبيعي كان يسقط النظام كان يسقط وهذا الشيء كان متوقع الأنظمة التي سقطت سواء في جوارنا أو في التجارب التاريخية النظام لما يتعفن النظام من الداخل ويقترن المالس الفاسد مع السياسي الفاسد أي يقترن سوء إدارة السلطة وسوء إدارة الثروة تسقط الأنظمة وهذا الشيء طبيعي هذا الشيء طبيعي ولكن يعني أنه شواهي التاريخية شواهي التاريخية وتجارب دولية وكأنها حتمية وكأنها سيرورة حتمية أن النظام النظام يعني أي نظام سياسي امتد يده إلى المال وأصبح تزاوج ما بين المال الفاسد وهؤلاء السياسيين الفاسدين راح يؤدوا بطريقة أخرى إلى إسقاط النظام أن النظام من نفسه يتآكل ويسقط هذا النظام طيب أستاذ كثير ما سمعنا حديثك عن الإعفاءات الإعفاءات الضريبية والجبائية هذه هي مثل مغبية المشاهدة فلا معنى إعفاء ضريبي وجبائي شوف هذه في التجارب مغبية المعزوز أستاذ مثلا على سبيل المثال 11 ألف مليار نعم سنتيم حجم الإعفاءات نعم شوف هي مسألة في إطار الدولة لما تريد تبني تنمية وتنمي قطاعات وتشجع على الاستثمار في تجارب وحلال جزائر عملنا بها هذا معمول بي لأن الهدف لما يكون الهدف نبيل هدف خدمة تطوير الاقتصاد خدمة الاستثمار خلق الثروة خلق الوظائف مسألة الإعفاءة الجبائية هي مسألة عادية وطبيعية في إطار قانون الاستثمار نريد تنمية مراتق مثلا نعفي باش ننمي مناطق في الجنوب في الهضاب العليا في مناطق معينة معنا الدولة تتعامل مع المستثمر بمنطقة ربح ربح نعم تعفيه من الضرائب في المقابل هذا المستثمر يكون اسمح لي على هذا يكون المستثمر نازيه يكون المستثمر يخاف ربي ما يوكلش الحرام يعني يوجه هذا الإعفاء الجبائي إلى الاستثمار بمعنى ما معنى الإعفاء الجبائي معنى أننا منحك مهلة في بداية حياة الاستثمار باش توقف على رجليك وتتحكم في الناشاط التاعك وتوظف أكثر العمال وهذا العمال يتحصلوا على دخل والدخل هذا يصرفه في الاقتصاد وبالتالي تحدث التنمية باش نمي مناطق باش نمي قطاعات معينة يعني الناس اللي تخدم كاي الناس اللي يتاجروا معاك كاي الناس اللي تحدث الحراكية الاقتصادية الاعفاء الجبائي هو الأموال التي كان من المفروض أن تدخل إلى خزينة الدولة في شكل إرادة جبائية نسمحوا فيها نسمحوا فيها معنى الدرعامي ودرعامي كنتا الدولة سمحت فيها أنا جايك هي تسمى تكلفة جبائية تكلفة ضريبية نتحملها احنا احنا المجتمع احنا المواطنين دافعي الضرائب سمحنا في حقنا نعم عن طريق سلطة الدولة سمحنا لهؤلاء المستثمرين أنهم ما يدفعوش ضريب لخزينة الدولة قال علاش؟ في الوقت لأنا ونتا ندفعوهم هو ما يدفعش بالدولة أعطاك له ولكن في المقابل رخصة باش ما يدفعش رخصة باش ما يدفعش في المقابل أنك تجيب نتيجة تعالى المستثمر هذا تخدم ناس تحقق الثروة تحقق القيمة المضافعة ولكن مع الأسف هؤلاء خانوا آمانة خانوا آمانة الوطن وفي المقابل ضيع الحقوق اسمح لي لما نتكلم على الإفاءة الجبائية هي التضحية الإفاءة الجبائية وش نشوفها باش المجتمع يفهم باللي هذه المبالغ اللي ما حصلتهاش الدولة إلى خازية الدولة ومنحتها لأولئي المستثمرين هو لما نشوفوا ذلك الطفل المتمدرس الآن في هذا الشتاء القارس في ظروف برد ما عندوش التسخين في المدرسة لما نشوفوا هذاك الطفل في الهضاب العليا وفي المناطق النائية ما عندوش النقل المدرسي لما نشوفوا الطفل ما عندوش مطعم مدرسي يكل وجبة سخونة هذا الأموال كان مفروض منظومة صحية الإعفاء الجبائي هذا تكلفة تحملناها هناك المجتمع كان مفروض نحسن بها ظروف الصحة للمواطن باش لما يروح للمستشفى يجد تكفل أحسن لما يروح إلى المستشفى يدير ليراد يتوعه ويجد إطار طبي يعني يتكفل به فكل هذه التكلفة اللي دفعناها مع الأسف ما جبت الناس نتيجة لأنه وكأنك الآن الإعفاء الجبائي هو أنك راك ترافق المستثمر باش في المستقبل هذا المستثمر هو نفسه يدفع الضريبة وينمي الاقتصاد مع الأسف ما حصلتش هذي لماذا لأنه هذا المستثمر ما كانش عنده نية سليمة باش يستثمر سيد مستاذ هل نقدر نقوله اليوم بأنه هذه الاستثمارات والأموال الكبيرة التي ضخت آلاف المليارات حتى يعني اليوم الجزائريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعني رفعوا القبعة للفارس مسدور دكتور وأستاذنا قالوا بأنه في النهاية ما كانش غالت لما كان يقدم أرقام فلكية نعم هذه الاستثمارات هذه هل نقدر نقول يعني نعطي حكم نقول أنها كانت استثمارات سورية وإذا كانت كذلك هل كان عند الدولة إمكانات بحيث تقدر تفكر بأنه هذه الاستثمارات سورية يعني ريح ريح كما يقول السؤال تاك فيه شقين الشق الأول هو فالربابا محتمن عن مش يعني كانت في في الدولة في إطارة الدولة كانت نية وعلانة باللي لازم نطوروا بلادنا ونطوروا الاستثمارات في قطاعات وفي قوانين كان جزالي نزهاء وشوفاء استفادوا من الإعفاءات ولا جبائية وخدروا في الفترة الأخيرة على الأقل في العشر سنوات الأخيرة أو ثمين سنوات الأخيرة كانت تركيبة النظام نفسه قائمة على الفساد ما معنى هذا ما معنتها كانت القوانين كان دفطر الشروط وقانون الصفاقات العمومية تبدأ من مرة تقريبا خمس مرات ودفاطر الشروط والصفاقات والمشاريع حتى القوانين كانت تخاط يعني على مقاس رجال الأعمال هؤلاء نهي بالأموال فبالتالي ما نقدرش نقول باللي الآليات نظريا موجودة ولكن عمليا كانت نية مبية للنهب وللفساد هذا أو المشكلة لأن تصيب انت لو كان قال موظف بسيط أو قال حتى في منصب وزير كان مرة يعني طفرة هكذا تحدث تكون مقبولة لأن البشر وبالبشر يضعف ولكن صبحت منظومة فساد صبحت النظام السياسي في حد ذاته هؤلاء اللي يتبوئوا مكالة في أعلى هرم السلطة بتزاوجهم مع رجال المال هم اللي يكبرهم شكول يكبر ايكس ايكراك لين تكلموا عليهم الآن هؤلاء بماذا بالمشاريع دعني أقول لك باللي في السنوات الآخرة ميزانية الدولة على الاستثمار تقدر يعني لا تقل عن 40 مليار دولار في السنة يعني هي ميزانية تجهيز كانت تذهب كمشاريع وتوزع ككعكة يختقى ساموها هؤلاء رجال اللي سميناهم رجال الآن نسميهم رجال النهب يعني وهذا التعميم ليس خاص بأولئك الرجال اللي صادقين اللي يحب ينموا أموالهم بالحلال يعني أقول لك بأن وجود مثل هذه الثلة تعرج المال الفسيدين طرادوا وهربوا كثير من رجال أعمال ولاد الفاميريا اللي كانوا يحبوا يخدموا البلاد خلاص احتلوا الساحة معنا كسروهم احتلوا الساحة وما خلّوا لهم مش حتى حتى صبحوا يخدموا بلاسو تريطونس وما قدروا ش يوصلوا إلى هذه المرتبة كل المشاريع تصور كل المشاريع في مجال الطرقات أو في مجالة معينة مهيما عليها شخص أو اثنين وبالتالي غلقوا عليهم الأبواب فأحنا نتمنى ان شاء الله الفترة الجاية أن هؤلاء رجال أعمال هؤلاء الناس اللي حبوا يخدموا بالحلال اللي حبوا ينموا البلاد وعندهم ثقة وهم وطني يحبوا ولادهم هم اللي نفتح هل في اعتقاد كل يوم المحاكمة أجابت ويحيا بشكل أو بآخر يعني نعم نحن الشعب لم نكن نعرف وين راحت المليار ولكن المحاكمات والتحقيقات بيّنت باللي أنت موظف حكومي من مفروض ما يكون عندك في رصيدك هذا المبلغ الرهيب 300 مليار سنتين في رصيد شهاري نقول نحن الآن بإمكاننا نقول باللي صحيح ضيّعنا فرص التنمية وكنا نقول لماذا الجزائر بالموارد المالية التي توفرت لها بالفرصة التي توفرت لها ليس دولة في مصاف الدول الناشئة لماذا الجزائر صدفت ألف أكثر من ألف مليار دولار وهو مبرق محقق مستوى تنمية في مستوى التطلعات إذن استشراء الفساد بهذا الشكل هو أحد الأجوبة على هذا الأمر نديروا فاصل أستاذ كانت كرمت إذن مشاهن كانت فاصل قصير ثم نواصل النقاش ورفقة الدكتورة ابن قادر بريش حوله يعني وقع هذا الفساد من ناحية الاقتصادية والتجارية والتنموية على الجزائر إذن لا تذهبوا بعيدا إذن 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 نعود مجددا للحديث عن أطوار المحاكمة يعني رموز الفساد في يومها ثاني وقلنا قبل قليل بأن المحاكمة رفعت الآن أو الجلسة رفعت على أن تستأنفى يوم السبت يوم السبت الجمعة راحة وكان ذكر اليوم اسم يعني على كل الألسن اللي كثير من المستجوابين والمتهمين ذكروه اللي هو الإحداد الإحداد وكنا مع محامين قالوا بأنه يمكن ملف سيارة هذا يكشف أمور أخرى يعني ملفات تخفي ملفات أخرى اليوم عرباوي يقول بأنه مثلا عطاء 45 مليار سنتيم لعلي حداد في قضية الحملة الانتخابية يعني في قضية السلال اللي كان قال بأنه مكشعر بلي فتحين الكونت باسمي 19 مليار مدهم عزوز كذلك 120 مليار أعطاها حداد نفسه المترشح اللي سقطت يعني الترشح تعه أموال كبيرة جدا أستاذ مترشح للرئاسيات يعني لمولو هذه الأرقام التي طفت على السطح 45 مليار 19 مليار 120 مليار 19 مليار 39 مليار أموال رهيبة جدا يعني بربك يا أستاذ شكون من المترشحين الخمسة اليوم مثلا لقدر يجمع هذه الأموال هذه أو يعني عشر منها ما هو السؤال يطرح لماذا كل هذه الأموال هي كانت نعرفه باللي العلبة السودة في نظام الحكم بوتفليقة وعلى رأسهم شقيقه كان يستخدم لممولش الحملة الانتخابية يقصى من الكأكة وشفناها يعني يعني في تقديرك أنت شقيق الرئيس والذي كان يطلب هذه الأموال أم أنه هذا لجل الأعمال من تلقاء أنفسهم كانوا يقدموا عربون للوفاء لماذا لأن سوى هذا الشخص أو غيره هو يمكنهم من هذه المكانة وأصبحوا يخذوا المشاريع وكذا وبالتالي عربون للوفاء وعربون لأن نرى نمزلنا أن يخدم يعني شقيق الرئيس هذا لم يكن يطلب كانت تأتيه العطايا والهداء نعم السؤال مطروح المدمر ندخلنا في جوة الشفافية والعدالة مطلوب نعلم حملة الحملة الانتخابية للعهد الخامسة كان فيها السلال ثم جاء فيها زعلال نعم المبلغ هذا المبالغ الرهيبة هذه والرهي أين هي هل مبالغ هذه عبارة عن تعهد باللسان المنح ولا مونحت فعلا وين وضعت في حسابات لابد شفافية ولكن أستاذ بريش ما كانت شوعود مبالغ مونحت ووضعت في حسابات لابد فلا ربما الأيام القادمة تكشف لنا بأن أين هذه الأموال وكم حجمها المبلغ ربما راح هو أو أي فوق 400 أو 500 مليار وسلال يقول بأنه لم أكن أعلم بأنه فتح حساب باسمي معناها الأموال هذه أو جزء منها كان موجود في حساب سلال ربما كان حسابات أخرى هناك حديث عن حسابين اثنين إذن الزعلان كذلك تكلم على حساب آخر إذن باش نختم هذا الموضوع لأنه مش مهم لأن نحن الآن المشاهد مهمش مهم جدا أستاذ مهم الناس هدوا من جابوا هذه الأموال جابوا الأموال لأن الأموال لا يمد 40 مليار لا يمد 120 مليار من يكون هذا الشخص وذاك كانوا لا شيء فالنظام الحكم هو الذي يوصل إلى رجال مال عن طريق أن يقل لك نفسه هؤلاء كانوا يأخذوا الكعكة سنويا 40 مليار دول ما ذيرت أستاذ بريش فقط نعود أن أقول لك أن الأموال هذه ما يشبهها أو ما يمثلها قد أعطي يحتفل الرابعة أستاذ واللي ما مج لي ما أعطاش الأموال نعم وش كما ما سير تعه أستاذ تعرض إلى مضايقات و يعني هذا هو فهما خوفا من أن يتعرضوا إلى مضايقات ترحلهم الامتيازات لابد يقدموا عربون الوفاة والإخلاص لأسيادهم لأن هنا فيه تزاوج ما بين المال والسياسة فأنا أخدمك بالمال وأنت تخدمني بالنفوذ السياسي وهكذا صبحت الجزائر وكأنها رهينة بين يد هؤلاء وهؤلاء مع الأسف هذا الشيء لولا يعني لولا إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة هذا الشعب كما سميناه فخامة الشعب الذي قرر أن يضع حد لهذه المهزلة لأن الجزائر لا تستحق هذا الجزائر تاريخ الجزائر ودماء الشهداء والجزائر بقدراتها لا تستحق هذا الوضع لي فأكمل فقط قلت لولا إرادة ثم إرادة كما أشرت أنتها وكما الآن نعم مؤسسة الجيش نعم مؤسسة الجيش إرادة تعبر عن الإرادة السياسية لو لو هي اللي كانت عندها موقف حازم في محاربة العصابة ومحاربة الفساد لكن ما زلنا عايشين العهد الخامسة العهد الخامسة وهؤلاء يعبثون بمقدرات الأمة نعم السؤال الذي يطرح اليوم المشاهد أكيد الجزائري يعني كثير من الجزائريين ما كانوا شي صدقوا في أول يوم من المحاكمة وقد كانت تجولت وقد في الأسواق فصباحا ناس تتسأل هل ما صح يقول لك ويظنوا بلي إحنا صحفيين محسوب عندنا يعني نطالع على السرار يقول لك سحرم في الحراش لكن تقول له في الحراش يقدر يصدقك ولكن لما رأى بأمي عينه ويحيى يقف أمام القضاء سلال يقف أمام القضاء وزير سابق ووزراء يقفون أمام القضاء رغم أنه شفنا وزراء ووقفوا أمام القضاء كشهود نعم كشهود في قضية الخليفة نعم ومش كمتهمين الوقف المتهمين نعم ولكن الآن خرجنا من هذا كأستاذ كما يقولوا وقع الصدمة يعني خلاص خرجنا من وقع الصدمة في الأول يعني صدم الشعب الجزائري الآن الشعب الجزائري يبدأ يسأل هل يمكن أن تسترجع الدولة هذه الأموال الأموال اللي موجودة في الداخل نعم هي مسألة تشكيك موجودة مع الأسف يعني لأن النظام هذا اللي كان سابق هو اللي يزري يعني مسألة تشكيك من يجي منه عدم الثقة والنظام هذا الشيء اللي اجتهد فيه أنه يعني يفقد الثقة فيه في تصرف كل شيء عنده علاقة بالدولة بالدولة يعني النظام السابق نسف الثقة اللي موجودة ما بين المواغن وبالدوله نعم هذا هو وبالتالي الناس تشكك حتى يوم يعني اليوم اللي كانوا يقتدوهم إلى عند قاضي التحقيق ثم إلى المحكمة الحراش كان الناس تشكك نسمع هذه الأخبار ولكن الآن يعني قطع جاهيدة نعم قولة كل خاطئ يعني هذه مسألة أصبح مفصول فيها ثانيا هذه المحاكمة التي تأتي في الوقت هذا نعم المبارك يعني الوقت هذا رأى عامل مهم جدا ونحن على مقربة من الرئاسيات بما أن المسار هذا رأى مسار صحيح ورأى حين إلى أن العدالة تقوم ولكن محامين قالوا بلأنه معنا حتى علاقة ترتيبات سياسية لا القضية صدفة تتواريخ يعني تواريخ وإجراء تقالونية هذا جانب تنظيمي لا نعلم بحيتي ولكن القراءة السياسية هذا يزيد طمئا أكثر المجتمع ويطمئا أكثر المواطن بأن الإرادة السياسية الحالية وعلى رأس إرادة المؤسس إرادة صادقة في مسار بناء الدولة مسار الرجوع إلى الشرعية مسار تحقيق الإرادة الشعبية ومسار مكافحة الفساد لأن مكافحة الأسد ليست مرتبطة بالمحاكمة هذه فقط وليست مرتبطة بموعد سياسي معين مسألة مكافحة الفساد الآن نتكلم على رؤوس الفساد نحن مطلوب مننا نشتث الفساد هذا ورغم فيه أطراف وأرجل وجسم الفساد اللي منتج العبر وأذرع الفساد اللي ما زالت موجودة اللي لازم يطالها العدد طيب أستاذ الآن الأموال هذه الأموال يا أموال شعب الجزائري يا أموال الدولة الجزائرية هو عرق جبين هذا العام البسيط على الجزائر هذا الخطاب لي رفيص ندراك لي خلص سميق نعم لي خلص سميق وعيش مسكين حياة بالكريدي نعم نعم هل يمكن اقتصاديا ماليا تجاريا استرجاعها يعني هو شو في المسألة استرجاع الأموال فرقنا بين فرقنا بين معالجة الأموال المنهوبة والتي تم تحقيقات القضائية وتحقيقات الأجهزة الأمنية تم التعرف على مكام وأين توجد هذه الأموال في حسابات في عقارات لأشخاص لأزواجهم لأولادهم هذه يمكن التحكم فيها ولما يصدر الحكم ممكن جدا يعني القضاء يخص بمصادرة مصادرة وهذا شي طبيعي يعني هذا الإشكالية هذا ممكن جدا ممكن جدا ولكن المسألة تعدى الضايا تعدى الفرصة التنموية تبقى مسألة يعني عار وتبقى مسألة خيانة الأمة على جابينهم حتى ياريث الله الأرض ومن عليها إذن مسألة الإعفاءات الجبائية التي ضيعناها والتنمية التي ضيعناها والوضع الذي كان مفروض يكون عليه الوضع في الجزائر وما حققناه وهذا مستوى الفقر ومستوى التخلف التنمية هذه مسألة يمكن استدراكها بنظام حكامة جديد ومسؤولين جديد ومسؤولين يخافوا ربي في هذا الشعب هذا هو الشيء اللي عزاؤنا أننا عدنا أمل في المستقبل وعدنا أننا نتطلع أن الجزائر سيحكمها ناس شرافاء ونزهاء في المستقبل هذا هو الشيء ولكن كيف يقدر يضمن المواطن يعني إحنا كدولة اليوم نقدر نضمنه يعني عدم استمرار أو الاستمرار في محاربة الفساد وكذلك منع تشكل العصابات نحول دون تشكل العصابات أخرى شكرا هذا سؤال مهم جدا يعني نحن نتكلم الآن شيء يقع يقع الآن العادة تأخذ مجره هذه عبرة لمن يعتبر أننا نحن نبني الدولة في المستقبل لكي نمنع تشكل العصابات لا مناص ولا ما عندناش خيار إلا بإيقامة دولة القانون ودولة مبنية على أسس الحكم الراشد الحكم الجيد الحكم القائم على المساءلة نحن لما كان الرئيس السابق هذا جاء وخوى كل المؤسسات وصحر كل المؤسسات وبقى كل نظام الحكم في شخصه لو كانت مساءلة الهيئات التي كانت تلعب دورها في المساءلة كلها فقرها وجمدها للمجلس المحاسبة للمجلس العامة البررامات إذن غياب المساءلة غياب نظام الحكم مؤسس على قواعد الحكم الراشد هو الذي خلى هذا النظام يوصل إلى هذا المستوى هذا من الفاسد فبالتالي كيف نمنع العيس تشكل العصابات لابن نقيم أسس نظام حكامة جديد قائم على قوانين جديدة على رجال جدد على المساءلة على مهمة جدا إحنا لما الشعب خرج في 22 فبراير حثت عنده تلك الشحنة الإيجابية وارفض هذا الفاساد لازم هذا يستمر بأشكال مختلفة والشكل الأنجع والتجارب الدولية تقول لابد نأسس لمجتمع مدني واعي مجتمع مدني فاطن كن قادر على هو يرفض روحه في المساءلة ويفرض يبلغ لما يشوف الفاساد وليس مجتمع مدني منظم منظم نعم أحد آليات المساءلة هي المساءلة المجتمعية عن طريق المجتمع المدني المنظم أستاذ خير نعطيك معلومة أول أسألك سؤال أنا لم أكمل فقط الحديث جرحنا لم أكملت لك على الشقة الثانية من إمكانية تسترجع الأموال قلنا الأموال في الداخل يمكن سهلة ويمكن استرجاحها ومعرفتها واسترجاحها الإشكال المطروح الكبير جدا ولأن جزء كبير من الأموال هذه طبعا هما ما كانش مأمنين أنهم يعيشوا في البلاد لأنه ما عندنوش ثقة في البلاد وما عندنوش ارتباط روحي وارتباط يعني ووفاء للشهادة في هذه الملاد كانوا يجارفون أنه يأتي اليوم الذي يهربوا فيه الذي ينتهي سلطانهم نعم فهربوا الأموال الخارج وهنا يكين إشكالات تجارب الدولية على الأقل في محيطنا لما عرفها بالثورات العربية في تونس في مصر في العراق في عدة دول نتيجة تطلب وقت وتطلب جهد وتطلب تفهم وتعاول للأطراف الأجنالية معلش ولكن سامحني كبير من الناس يطرحوا قضية يقول لك تونس ما سترجعوش أموال مصر ما سترجعوش حاجة كبيرة في مصر مقارن تونس ومصر يعني فرص يعني إحنا عندنا أوراق ضغط كجزائريين قادرين نضغطه قادرين هنا ترجع ترجع للدولة ومعنش من قيمة تونس ولا ولا من قيمة تونس ولا ليبيا ولا غيرها ولكن إحنا كل دولة عندها الأدوات الضغطة يتوقفها وهذا يتوقف نعم هذا يتوقف على نظام الحكم اللي جي دداء من رئيس الجمهورية القادم والديبلوماسية تلعب دورها انخراطنا في المنظمة الدولية والأنتر بول والمنظمة الجهوية الإفريقية والدولية نحن نعرف الجزائر أنها مصادقة وتلميذ نجيب في مصادقتها على كل معاهدة الدولية وهذا مشهود للدولة الجزائرية بالتالي ممكن هذا رح يأدي يعني يختلف الأمر ولكن الأمر ليس بالسهولة يعني كخلاصة يعني الأمر يكون يطلب وقت ويطلب تعقيدات وإجراءات معقدة المعلومة اللي كترح نعطيك أستاذ هل في العشرين سنة اللي مضعت من تسعة وتسعين اليوم أسألك هل قرأت تقريرا لمجلس المحاسبة منشورا في الجريدة الرسمية لم يكن هذا يعني نزيد لك أنا حاجة أراكم تأكد من المسألة هذه أستاذ هذه المعلومة وردت في كثير من وسائل الإعلام وحبين تحقق منها قال في قبل ما يأتي يعني قبل تسعة وتسعين كانت مرة أو مرتين زروال نشره مرتين مرتين هذه المعلومة بطول في عمره ويشفيه ويقافه نشره مرتين في الجريدة الرسمية رغم أنه قانون مجلس المحاسبة قانون المؤسس المؤسس لمجلس المحاسبة يجيب على رئيس الجمهورية نشره في الجريدة الرسمية احتاج طالع عليه كل جزائريون يعني يعني من تسعة وتسعين إلى يومنا هذا لم ينشر هذا هو ضعف الآليات الحوكمة ونظام الحوكمة والمساءلات تعلم يا سيدي مع كل احتراماتي وهو أستاذ درساني رئيس مجلس المحاسبة الآن قارب على يعني سنه كبير متقدم في السن ومنذ أن عينا منذ أن عينا في عهد ما قبل الرئيس دروال إلى يومنا هذا يمارس مهامه في نفس المنصب والقوانية تعالجمورية قوانية تعالجمورية تقول الموظفين السامين في الهيئات المستقلة هذه عهدتين لا أكثر إذن متقدم في السن دام في في المنصب أكثر في حدود ثلاثين سنة أو قارب خمسة وعشرين سنة وبالتالي اصبح هذا الجهاز الحساس اللي هو أصبح مية قتل هذا الجهاز لماذا؟ لأن ليسه كشخص مع كل احترامات له بل الإرادة السياسية كان حق الفيتو لدى رئيس الجمهورية لما يأتي القرار يعني ونحن نعرف ونحن نعرف ونحن نعرف بأن رئيس الجمهورية السابق الحساسية كان عنده من مجلس المحاسبة هذا التاريخ رأوه محفوظ ومعروف حتى حساسيته مع أبو علم بن حمودة ربيطول في عمرو كان رئيس كان رئيس مجلس المحاسبة وكان رئيس كذلك الأمين العام للأفلان لازم الشباب هذا يعود يتذكر هذه المسائل هذه إذن أشكرك أستاذ عبد قادر بالريش على كامل هذه المعطاية فقط حب نقول ربما ربما هذه سنة سينشر تقرير مجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لأول مرة بعد عشرين سنة هذه السنة احتمال كبير وارد جدا أنه ينشر في الجريدة الرسمية يعني رأوا زملائنا في البلاد قطينا لهم كما يقول وانسكوب رح ينشر في الجريدة الرسمية ولكن خليه ينشر ديرير قلوا ربما قالها سلطاني قد يكون لا قد يكون قد يكون إذن نتمنى أنه إن شاء الله يعني إحنا كجزائريين نقدر يعني يستمر محاربة الفساد لأنه بدون محاربة الفساد ما تقدرش تدير تنمية وفقط نحاول نعود نذكر أنه يومي الأيام حضرت تأبينية محمد شريف مسعدية وكان حاضر رحمه الله وكان حاضر عبد الحاميد مهري رحمه الله فذكر عبد الحاميد مهري ذكر قضية أنه 88 شباب رفع شعار مسعدية سرق المالية فناظ عبد الحاميد مهري رحمه قال مسعدية ما سرقش المالية وصحيح اليوم لما تروحوا تشوفوا أولاد مسعدية تصيبوا بلي ما سرقوش المالية مقارنة بما سرق هؤلاء إذن موعدونا بعد غدين إن شاء الله وغد إن شاء الله إلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا موسيقى موسيقى موسيقى